ضيفنا الليلة شعبيت وجارفة وخفت دم وعلمي تحيي من فريق العمل إلى مشاهديها للندن وحلق جديد من بودكاست يا أبيض يا أسود ضيفنا الليلة شعبيت وجارفة وخفت دم وعلمي وحضوره دايما محبب ونجم أول بمجاله الشيف الحديد شيف أنتوان أهلا وسهلا فيك ببودكاست يا أبيض يا أسود ومعك بدنا نفصل الليلة الخيط الأبيض عن الخيط الأسود مساء خير شيف مساء نور كيفك سيزعبوت يا هلا يا هلا بدنا نبدأ معك أول شي إذا الشيف أنتوان بحب القهوة بحب يشرب قهوة دايما يا ما أكتر شي من عبكرة أكتر شي من عبكرة هلا بس كنت أنا موديل فندوقية كان يلحقني شكتين فنجاني إيه لا يشمع لك عين كل ما يجي الشخص بكتعملوا نواج بيته وما كان يعلى ضغطك يعني نطلع لك لجي الوضع إيه بعدين من بعد ما طلعت عالتا قاعد لا خلاص هلا بشرب فنجاني مش أكتر فنجانين فنجانين واحد من عبكرة والتاني وتبار الظهر بار الظهر مقصم يعني قصم خفيف آه يعني هذا بدو يزعجك لا ما بوشين أو أو إكسبرس مثل هاي كابسي وحدي وممنوع ما بقى تحطط لها سكر ممنوع لأنه إذا حطيت لها سكر تتغير الطعام يعني إذا إكسبرسو من دون من دون سكر نعم بس إذا عادية إذا تركي نتفي صغيري سكر بحبها حطها قبل ما حط البنك لا بتسميها قهوة تركية مش قهوة لبنانية لأنه أساسا أخدناها من الأتراك نحن وبعدها ماشي استعمروا الأتراك لبنان 400 سنة تقريبا وتعودوا على القهوة التركية وهي مصبوط تركية يعني مش لبنانية طيب شيف صار عمرك بالمبدأ 70 سنة نعم ما هيك بتقضبها العمر هلش لا بعد بعد عندك أحلام وطموحات أكيد شو مساء أحلامك هلا أنا حلمي أفتح معمل مأكلات ونزل مأكلات بإسمي على السوق هدا الحلم ما تحقق باللبنان لأنه رياض سلامي أخدنا المصاري وحول الدولار للألف وخمسة وما أنه هو ضرب للمية ومية وثلاثين ألف هل بتعتبر أنه رياض سلامي غشك خدعك؟ أنا مش بس غشني غش كل الشعب اللبناني هو خين الوطن خين الوطن رياض سلامي لأنه كان متأمن متأمن على المسئولية خين المسئولية مع بعض السياسيين وخربوا البلد وهلأ خراب كل المؤسسات الدولة أنا بقول من وراء رياض سلامي يعني بتعتبر أنه رياض سلامي هو اللي حرمك تحقق أحلامك أكيد بنهاية حياتك المهنية؟ أكيد وبدعي له بعدم التوفيق أشي؟ علنا أشي؟ وما بدعي له يموت دغري بدعي له يموت يتعذب ليشوف عذاب أربع خمسة ملايين لبناني حط أموالها تعبت هلكت راحت على الخليج راحت على إفريقيا دشرت عيالها دشرت الدنيا لاشتغلت لجمأة مصاري إيجا هوي بلمحة بصر ويقلون الليرة بألف خير لا خلى لخير ولا ليرة ولا خلى للناس كرامة بهالبلد أنا بعد كرامة الناس همتراحت بهالبلد لأنه كان مبسوط معه خمسين ألف دولار مبسوط أنه عنده كرام أو بدو يعمل مشروع وبدو يعمل مشروع على عده حرموا منه حرموا كتير أحس بكلامك أنه في حقد أكيد وضح المسامحة روح المسامحة وقت مش أنا لو أنا سماحت في أربع مليين لبناني مش راح تسامح خرب بيوت عالم ياما ببيوت مش قادرة بقى أتعلم أولادها بالمدارس اللي كانت حلمها أنه تعلم أولادها روح للحلم رياد سلامي شيف حضرتك متزوج مرتين نعم ومطلق مرتين نعم لا في ناس مطلق ثلاثة وأربعة لا بس أول شيء أول شيء أول مرة هل تعتبر يعني بشكل أو بآخر أنه منك ناجح بالحب أنا بالعكس ناجح كثير بس سائبة الظروف ناجح بالحب في الشب الزواج ما قولي لأنه التركيبي مركبت بس أنا كثير ناجح بالزواج وبحب الزواج وبحب العائلة ولأنني بحب العائلة يمكن مركب الزواج أول مرة أول مرة أنا كنت بالعراق أنا من مؤسسي المدرسة الفندقية بالعراق ما حدا بيعرفها أي سنة 75 76 77 بداية الحرب بداية الحرب حظك منيح بداية الحرب مزبوط هون بالدول العربية بس كنا نتألم على وجه المدينية والأخبار نسمعها جوزتها حبيتها واليوم بحبها هي من دين آخر مسلمة هي من دين آخر وما عندي مشكلة في عندها أرابي ما هيك مع رئيس صدام حسين بشكل أو بآخر مزبوط أنا ما عندي مشكلة بالنسبة للدين بالعكس بيتها وكتير منيحة هي وكذا ولكن ظروف الحرب يلي خلانا نبعد عن بعضنا أي حرب الحرب اللبنانية أنا أنت كنت هونيك بالخمس أنا بثالث سنة صار معي مشكلة هونيك أي سنة جوزتها سنة 77 77 يعني بثالث سنة تقريبا مزبوط واجت لهون وجوزنا هون ببرمنا ولكن هون ظلت اسمها عزايف ضرب على الطرقات بس نمشي باللائل أنت تشوف حواجز كذا وينك رايح هي تخيف عندها فوبيا لاش آه أوك هي رجعت طلبة أنه تروح نرجع نعيش بالعراق أنا بالعراق قلت الله أنا ما في يعيش أرجع على العراق خلاص صار عندي نأزي منها للعراق أبديك من روح على سويسرا من روح على فرنسا من روح أي بلد تاني هي لقيل بتبدأ العراق إما الربطة 25 سنة لا تكون هونيك لا تكون هونيك يبدأ تبوت بالعراق وهذا الأساس الخلاف يلي باديه باينها بس أنا حبيتها مضبوط من قلبي ويحبتني وجبنا بنا بنت بنت وكل شي ماشي كان لو كنت حقيقة بتحبها هالقد كنت سمحت أنه يحصل هالشي يعني أنه حولت بجميع الطرق بجميع كل الأمور ولكن أنا تقزيت بالعراق تالت سنة آه أوكي واللي بيتوجع اللي بياكل العصي مش متل البعدة أنا أكلت العصي منشان هايكي أنا ولا بشكل كنت بهديك الأيام بهديك العهد أنه أرجع على العرب طيب قلت أنه تزوجته ببرمانة نعم كيف تزوجته تجوزنا كل واحد على دينه على أساس أنه هي تحهدت أنه بترجع بتتعلم الدين المسيحي وتتعمد وتصير مسيحية مصر مصر لأنه بلش بلش الخلف أنه بيّنت الخلفات نحن من أول سنة بيّن بلشت بعدين يعني أنه مش حبيت عيش بلبنان بقى برأيك الزواج بين شخصين من بلدين مختلفين ما أنه أصعب من أنه يكونوا من بلد واحد من بلد أكيد بكل شخص أصعب وأذا كان من غير الدين كمان أصعب كله بيضل فيه ناس تتحرطق أحد منهم أذا هن هم تتحرطق وغيرك أوقات في عادات في عادات في أرض يكتب بتباعد ولكن لو كانوا اتنين بيحبوا بعضهم في أوقات إشي صغيري بتأثر مثل الأناية السائية الماشية أذا إجي هوا وجي بنزل أش وكانت السائية من هون رفيعة نازلة سكر بالأش بتاخد مجارة تاني وبتروح بنتك الوحيدة اليوم هون نعم بلبنان مظبوط كيف مرتك السابقة بتشوفها أجت أول ما قبل ما راحوا على أمريكا اجت رجت على لبنان تلت أربع سنين كنت روح أنا وبنتي وشوفها وما في مشكلة ونتمشى وكل شي ما فيه حتى تروحوا أنتوا تشوفوا نعم روحنا هنزل هلأ هي ويني هلأ بأمريكا بأمريكا نعم طيح بالنسبة لزواجك التاني شو صار كمان الصار يمكن غلطي بس هالغلطة أنا كان عندي تفكيرتي جديد شو هو الغلطة شو لأنا زوازتها كثير صغيري مظبوط مش كثير صغيري هي ناضجة داكين عمرك بوقتها هي هي خمسة وعشرين أنا 48 دوبل 23 سنة اوكي بس مش ضروري أنا كان عندي مديري مدير قبل أنوه الدموس كمان كان أكبر من مرتو 26 سنة بين عيشو وجيبت لاتبنات وكل شيء وكل شيء طيح شو المشكل اللي كان المشكل أنه أنا لاش تجوزتها صغيري جوزتها صغيري بدي حيلي أنا بحب العيلي بحب الولاد لأنه كان عندك فرد والد فرد والد بدي يجيب ثلاث أربع أولاد بالجعب هذا من الأساس تفكيري أنه صغيري لذا أطلع أي مشكلة يتقالج هالمشكلة مع الحكمة مع الإشارة التطور القلم الحقيسي اللي هو هي لا يتساوى ولكن هي آخرت الشيء عكسي أنه أنا كيف أنا كبير عنها هالقد هي صارت لازم تحب واحد أصغر منها هالقد هذا المشكلة الأساسية بس غيرها يعني معادة مقتنعة معادة مقتنعة بجزيتها من شخص بها العمر مصبوط بس صرف اللي رات عشتها كانت عيشة ملكة ملكة يعني هالصحيح جبت لها أنا إكس فايف بمعروف يعني بخامة 42 ألف دولار بوقت بوقت بعضو عندي هلا لأنه صرف من مشكلة بعد خمسة سنين وفلت طلعت يعني أنا ودعت لعند أهلا لتروع شوي ونشوف شونا نعمل بسمعت من الناس بعدين أنه قلب لها جيب الإكس فايف وقفي هون وكان باسمي وباسمه وخلي يسترجع حداني يخلي يعني هون بيّنت أنه الشغلة مدية مدية من بعد ما رجعنا صلاحنا كان شرطة أنه لو ترجعي كمان بدك الإكس فايف ترجعت بي باسمي واكسر واكسر والله قوي لا بدلو إنسان إنسان ليش عنده عقل لا يفكر البرغشة هذا شي صغير عندها معرفة إنه وقت تجري تقتلها بتهرب كل إنسان عنده عقل وبيفكر هل عنده عقل ريكس كنت تغارع علي أكيد برأي منو هذا كمان لا منو سبب لأنه أنا عم غار علي من بعد مش تلقت علي عينها زيغة لأنه بينقيل إنه من الأسباب إنه مرة شفت صوضة إنه عم تشرب كيس ومجموعة شباب مظمو هل هذا ممنوع أنا مش معا كيف تروح بتقعد بمطعم وبنزلوا مئزة وبتشرب كيس عرق هو شخص لوحده هل هذا مسموع أنت بترضى على مرتك تروح تعمل هيك أو أي شخص عم بيلومني بيرضى هو مرته تروح تقعد بمطعم يطلبوا ميزة وعرق ومشاوية أو سمك ويشربوا كيس عرق ويدقوا الكيسات مع بعضها وجوزة قاعد بيشغل كيف يعني هايلي هي منطقة أي تركيبي بتركب طب يعني بالنتيجة كتجربة بتلاقي أنه منا كتير تجربينيش حأنه شخص يتجوز بنت أصغر كتير من مظبوط ما بنصح أكثر من 15 سنين ما بقى تنصح ما بنصح علاقتك مع بنتك كيف كتير من مليحة أكثر من مليحة شو بتعمل بنتك بنتي معلمة مدرسة علمتها بس اجت من العراق هي اجت كان عمرها شو 14 سنين وهربوا من حرب العراق على الأردن قاعدت شو سنتين ما عش علمتها إما مشان تصرف مصاري علي أو كذا كانت ودتها تتعلم تصفيف شعر من بعد ما حبت تمشي بمهنتك وبأبدا بلا حبت أنا ما خليت ليه مع أنك نجح ويعني مادية ما في مشكلة بس بشكل عام دكتور وليد المهنة الفندوقية اللي ينجح فيها بد يكون إنسان ما عنده متطلبات منزلية وكل مرة لاش بتشوف الشفية الأكتر الناجحة هي رجال لأنه أوقات بيقطع الشخص اللي بيستلم مطعم أو تلاتة كبيرة بيقطع خميس عرص جمع عرص سبت عرص أحد عرص عدوهر بيطعم عالم هذا الشخص اللي بيكون مسؤول بيديوم خمسة عشر ساعة ساعة أزل مرم بأيام الفرص يعني وقت اللي بيكون غايد وعن بيتمتع بالعطل هاية مشكلة هاي بتلاقي لحل إنه بغير أيام أنا بيخليك فرصة بس وقت الواحد ست البيت إذا كانت مجوز وهند ثلاث أربع أولاد تغيب عن جوز وولاد خمسة عشر ساعة يومية هاي دي مشكلة كبيرة بتصير وبتخلق خلافات وما بيه هالشي بدوم هذا الواقع معقول اليوم الشيف أنتون يقول بدي جدد شبابي بدي يتجوز مراتين لا حرم يعرفي الحياة إنسان كيف حاسز دقات قلبك لحد هالدقات قلبي هاي دي منه غريب بس إنه بده يتأقلم الواحد حياة بدو يمشي فيها بدو يتصالح مع نفسه وهالحياة بدو يكملها ما في أقعد أنا غني على الأطلال أنا راح لي مليونين دولار مع رياد السلامة ما شفت رحت حال المستشفى أو صرت بمستشفى المجانين لا يعني كنت وبعدك بتسبب وبعدني بسبب له وهلأ بسبب له وكله لبناني شريف لازم يسبب له نعم طيب اليوم بالسبعين سنة نعم ما بتحس إنه لازم يكون عندك شريك حياة بلا يعني هذا الشي الزواج منه أفضل يوم من العزوبي اللي عم تحكيه مظبوط بس بدل الواحن منعز وما بتعرف شو بجد لقدام من شين هيك نعز يعني من جذب لمجذب كان عقلهم خل مظبوط نعم تحكيه مظبوط يعني إنه أنا حاولت بجميع الطرق الجيزة التانية ما تفشل ولكن ما لقيت نتيجة يعني بدأت طر قول سمحتة ست سبع مرات وأكتر وكل مرة تغلط فيها الغلطة الكبيرة تروح معاها على الكنيسة وشوفها تركع وإنه خلاص ترجع على خمس ستش لنرجع للطريق زيتها من جرب المجرب كان عقل يعني قلب دنب الكلب بيقولوا إذا كان حطوا بالقلب أربعين سنة بس في الشي للقالة بيرجع على الوقت اليوم عايش بلا زواج أكيد مصبوط بس كمان عايش بلا حب بلا حب نعم بيقدر دجال عايش بلا حب بعيش أنا بحب شغلي إذا بشغول كتير أنا بحب شغلي شغف شغلي بحبه ما أمليقي فراغ وبس أطلع على الجبل عامل جنينة حلوة فوق مع بيتي ومع كذا عندي الجيش عندي أرانب عندي حمي بتسلى فيهم بمبسط يعني بس تفقس اللي أرعى ويجو لسيصان بحس بحس بسعادة غريب طيب بتقول إنه بأحد تصريحات لإلك إنه ولدتك كانت هي الملهمة الأولى مظبوط لإلك أو استيستك مظبوط هل بتعتبرها بشكل أو بآخر إنه هي الملهمة الأولى بحياتك هي الملهمة الأولى بحياتي لحب شغف الأكل كنت تتعمل أكلات طيبة وحلويات طيبة من القدرة الشرائية اللي قدرين يشتروها يعني لكل العالم البيوت بهديك الأيام ولكن كنت نفسها طيبة على الأكل وأنا كنت صير فوت أوقات أعمل شغلات وتعيت علي إجويلة أو ما إجويلة تجويلة أو تستغرب إنه صبي أو شاب إنه يحب تماما تعيت علي لفوت لجوة ترك أختك عندي أخت أنا أكبر ترك أختك يبساعد وكنت صار عندي حلم إنه يصير عندي بضايعته محل حلويات ببين أو تلاتي هاك كان حلمي حلم بسيط حلم حلوة ببين أو تلاتي أه صريح صريح وبس جيت من الهراء اشتريت لحتى بالجديد وبعده عندي المحلات من مصريات اتطلعتهم محل ببين بعده ولأفتحه كنت حلويات والتراس ولكن الشغف يلي صرت فيه والتطور يلي أنا صرت فيه بالتلفزيون والناس حبتني وأنا حبيت لعطيه أطول أفكار جديدة وأفكار مزبوطة صار حلمي أكبر من المحلين والتلاتي يلي كان هو أنه يفتح معمل مأكلات أطبخ يومية حوالي الألف واجبة تتوزع على خمس محافظات في لبنان أكل طازة منه مكلي في كتير ست البيت تشتري لحيلتها الأكلة أربع خمس أشخاص لو هي بدأت سوية بالبيت تتكلفها نفس الشي لا دايما بتركز على الشقة الاقتصادة بالأكل بكل شي بالحياة فيه اقتصاد إذا ما بيكون عندك اقتصاد ما بيكون عندك رسم صحيح للحياة تكمل وتنجح فيها هل صحيح أنه وقت اللي نهارت الليذة اللبنانية آخر أن هي أنه غيرت طبيعة الطبخ أو الطبخات يلي بتعملها على التلفزيون أكيد العالم كلها قرفت فيها ع سنتين طب كيف فكرت به الشي برافو هي كلمة كتير حلوة نيويورك تايمز المجال اللي كتبت عنه وجه 17 تلفزيون على تلفزيون لبنان يصوروا يصوروا البرنامج تابعي أنه كيف صار أشي أنا مثل ما أنا بأكل بحب طعم الناس مثل ما أنا بحس بشتري الأكل بحس كمان أنه لازم الناس بتقروا تشريع للأكل أنا من بعد كورونا والأزم الاختصارية أنا عندي معمل خياطة كمان للأتلات والمطاعم خياطة نعم للأتلات والمطاعم ضمن شغلتي يعني بس كمان خياطة وقف شغلي مثل تل العالم وقف شغلي تلفزيون لبنان أنا حلقتي 200 دولار ومساعدي 50 دولار مساعدي هرب لأنه صار 50 ألف من رياض بيك والمئتين دولار أنا صار 300 ألف رياض باشا رياض باشا جزار رياض باشا يسميه رياض باشا الجزار يلي عضى على الليلة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني جزروا للشعب اللبناني أنا صار البنزين اللي بيعطوني بتلفزيون لبنان 300 ألف ما بيكفوني بنزين يعني صرت عم حط من جيبتي وأنا بصيفي بصيف بإرنايل يعني أطلع ادفع مليون أو 900 ألف بنزين لو أطلع وانزل من إرنايل يعطوني 300 ألف بس من قلبي بيجي لأنه أنا صار عندي مشاهدين صار عندي ناس بتحبني لازم طلع عليهم وعلمون بس بالإضافة لهذا الشي ما فيه روح أنا جبلون فاخد غنم حقوا 3 مليون ونص وهو الرجال بقرب يقبط 700 و800 حلو من هون يعني غير أخذت الفكرة ومنعت وقفت اللحم أسنتين بلشت أعطيهم أكلات فيها الجيش كان الجيش رخيص وقته وبعد ينصر يطلع الجيش شوية شوية رجعت وقفت الجيش وعطيتهم كلها أكلات من البقليات والحبوب والخضار وكلها تؤكل وطيبة نقطة البيضة بحياتي شيف أنتوان يعني هيك بس تطلع بحياتك هالسبعين سنة بتقول هاي دي أكبر نقطة بيضة بحياتي شو هي شيف أنتوان صارع بحياته علم 30 ألف شخص خرجهم فتحوا بيوت ومؤسسات وبفتخر هذا الشي فيه وأنبكان بالدول العربية وبالآلمية وعطيت صبغة حلوة لكل بيت أنه الأكل الطيب هو من وراء شيف أنتوان النقطة السودة بحياتك شيف النقطة السودة أنه جيزة المرة التانية كانت فشلة يعني يعني ياريتها مكانت ياريتها مكانت طيح رح ناخد فصل إعلاني ومنتبع معك هالحلقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة